طبيب يفاجئ الجميع يكشف أن سبب جميع هذه الأمراض هو شيء واحد وأن علاجها هو الرمان ويجب عليك استخدامه بالطريقة الصحيحة لعلاج الأمراض التالية الضعف والعقم لدى الرجال التهاب وتضخم لبروستاتا ومرض السكري من النوع الثاني وأمرض القلب والشريين وارتفاع ضغط الدم والتهابات الجسم وأمرض الكبد وحصوات الكلا وضعف المناعة ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا نريد أن نجمع ألف صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت الرمان أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات الرمان وما أدرى كما الرمان هذه الثمر المعجزة التي من عظمة فوائدها كرمها الله بذكرها في القرآن الكريم فقال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان ويعد الرمان من أحد أشهر الفواكه الصحية والمفيدة وذلك لاحتواء هذه الثمر على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي فتحتوي ثمرة الرمان على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادة الأكسدة التي تدعم صحة المناعة وتقل جسم من الإصابة بالأمراض الموسمية ولذلك ينصح العديد من أطباء التغذية بضرورة تناول حبة واحدة من الرمان يومياً خصوصاً في هذه الفترة التي يتوافر فيها الرمان بكثرة في الأسواق فالرمان يقلل من ضغط الدم المرتفع ويحسن من صحة القلب ويحسن مستويات السكر في الدم ويخفض الكولوسترول الضار في الجسم ويحسن عملية الهضم ويحرق دهون الجسم ويحسن المزاج ويعالج الاكتئاب ويقي من الإصابة بالزهايمر ويقوي جهاز المناعة وينظف الأوعية الدموية ومفيد للحامل يعالج التهاب وتضخم لبروستاتا ويعالج الضعف لدى الرجال والنساء فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كل الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة ما معنى كلمة دباغ أو دابر فإن الدباغ في الأصل ما يصلح به الجلد ويزيل الرطوبة حتى يصلح للاستعمال العادي ومعنى دباغ الرمان للمعدة يعني أنه يصلحها لأن الرمان من أكثر الفواكه الصحية والذي له القدرة على علاج العديد من الأمراض المزمنة وفي هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية سوف نعرض عليكم فوائد تناول حبة من الرمان يومياً ولكن احرص عزيز المشاهد على مشاهدة الفيديو حتى النهاية وفضلاً وليس أمراً قم بالضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع أصدقائك أولاً علاج البروستاتا يعد مرض البروستاتا من أشهر أمراض العصر والتي تصيب الذكور بالتحديد وتتعدد أسبابها ولكن أبرزها هي التقدم في العمر ففي دراسة مخبرية أثبتت أن 97% من الرجال الذين هم فوق الأربعين عاماً يعانون من التهاب البروستاتا ولكن عزيز المشاهد لا داعي للقلق فلديك الآن العلاج المثالي وهو موجود في منزلك ويجنبك الإصابة بهذا المرض فالرمان يقلل من أعراض التهاب البروستاتا لدى الأشخاص المصابين به وذلك عن طريق تناول طبق صغير يومياً من الرمان المخلوطة بربع فنجان من زيت الزيتون ومن الأفضل أن يكون ذلك قبل النوم بساعتين ثانياً علاج مرض السكري ماذا تقول؟ مرض السكري؟ ألا يمنع مريض السكري من تناول الفواكه والحلويات؟ نعم عزيز المشاهد ولكن يعتبر الرمان أحد أشهر الفواكه الشتوية التي لها فوائد جمى لمرض السكري والذي عند تناولها بكميات مناسبة وعدم الإفراط فيها فقد أظهرت دراسة حديثة أجريت في عام 2021 أن تناول حبة من الرمان لها دوراً كبيراً في تقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين والتي هي من أبرز المضاعفات الناجمة عنداء السكري ويساعد تناول الرمان لمريض السكري في طنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم ويقي من الإصابة باعتلال الأعصاب ويحمي من الإصابة بأمراض القلب وذلك عن طريق تناول نصف حبة من الرمان يومياً بعد تناول الإفطار ثالثاً علاج أمراض القلب يعتبر الرمان من أكثر أنواع الفواكه المفيدة لصحة القلب حيث وجدت دراسة مخبرية أن تناول حبة من الرمان يومياً يحسن من تدفق الدم في الجسم ويمنع الشرايين من أن تصبح سميكة كما يؤدي أيضاً إلى إبطاء نمو اللويحات وكما يعمل الرمان على تخفيض مستوى الكوليسترول لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على منع تراكم الصفائح الدموية رابعاً علاج ضغط الدم يوجد العديد من الفوائد لفاكهة الرمان حيث يعتبر الرمان من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة والعناصر المهمة وقد تبين أن الرمان فعال في حالات ارتفاع ضغط الدم حيث يسبب تناول الرمان في حدوث خفاض في ضغط الدم الانقباضي بحوالي 5 مل زئبقي وليس له تأثير على ضغط الدم الانبساطي لذا يمكن إضافته للنظام الغذائي مع ضرورة اتباع تعليمات الطبيب حول الأدوية والعلاج المستخدم خامساً علاج أمراض الكبد يعتبر الرمان مصدراً جيداً لفيتامين سي وعنصر البوتاسيوم والفينولات المتعددة التي تساعد في تعزيز عضلة القلب كذلك فهو يعد واحداً من أفضل المطاهرات الطبيعية التي تقوم بتطهير الكبد وتنقيته من السموم الزائدة كل ما عليك فعله هو مزج حبة كاملة من الرمان مع ربع فنجان من عصير الليمون وتناول هذا المزيج يومياً سوف تعمل هذه الوصفة كمنظف خارق للجسم وتزيل جميع الفيروسات والبكتيريا المتراكمة في الكبد سادساً فوائد الرمان للجسم بشكل عام الرمان منخفض في السعرات الحرارية والدهون ولكنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن كما أنها تحتوي على بعض البروتين ويحتوي الرمان على مصادر عديدة منها فيتامين ها وهو مضاد للأكسدة فيتامين كا الضروري لتخفير الدم المغنيسيوم الذي يساعد في التحكم في ضغط الدم ومستويات لغليكوز سابعاً غني بمضادات الأكسدة مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة وتوجد الجذور الحرة دائماً في جسمك ولكن وجود الكثير منها يمكن أن يكون ضاراً ويساهم في عدد من الأمراض المزمنة الرمان غني بمضادات الأكسدة ومركبات لبلوفينول التي توفر الحماية من هذا الضرر ويعد الحصول على مضادات الأكسدة من الخضار والفواكه مثل الرمان طريقة رائعة لدعم الصحة العامة والمساعدة في الوقاية من الأمراض ثامناً علاج الالتهاب الالتهاب قصير الأمد هو استجابة جسدية طبيعية للعدوى والإصابة ومع ذلك يمكن أن يكون الالتهاب المزمن مشكلة إذا ترك دون علاج وهو أمر شائع اليوم لا سيما في الثقافات الغربية عندما لا تتم معالجة الالتهاب يمكن أن يساهم في العديد من الحالات المزمنة بما في ذلك أمراض القلب وسكر من النوع الثاني والسرطان ومرض الزهايمر وقد يساعد تناول الرمان في منع الالتهاب المزمن المرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وجدت دراسة حديثة أن تناول عصير الرمان يقلل من علامات الالتهاب في الجسم تاسعاً مضاد للسرطان وجدت بعض الدراسات الحديثة أن مركبات الموجودة في فاكهة الرمان قد ساعدت في قتل الخلايا السرطانية وإبطاء انتشارها في الجسم وساعدت في مكافحة الالتهاب وإبطاء نمو الخلايا السرطانية وأظهرت الفاكهة تأثيرات مضادة للأورام في سرطان الرئة والثدي والبرستاتا والجلد والقلون عاشراً علاج للكلا وجدت أحدث الدراسات الطبية أن تناول حبة من الرمان يومياً قد ساعد في تقليل تكوين حصوات الكلا وذلك بفضل احتواء الرمان على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة أحد عشر مفيد لصحة عقلك يحتوي الرمان على مركبات تسمى بونيكالاجين والتي تعمل كمضادات للأكسدة وتقلل من الالتهابات في الجسم على هذا النحو فإنها توفر أيضاً فوائد وقائية لعقلك ضد الظروف التي تتأثر بالالتهاب والإجهاد التأكسودي وجدت بعض الدراسات أن بونيكالاجين قد يساعد في حماية الدماغ من الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق تقليل الضرر التأكسودي وزيادة بقاء خلايا الدماغ وكما أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن تناول الرمان يحمي من بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير وسرطان القولون والرمان عبارة عن فواكه حلوة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن وحتى تحتوي على بعض البروتينات كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهاب تمت دراستها لفوائدها الوقائية لصحة القلب والجهاز البولي والدماغ والجهاز الهضمي والبروستاتا وقد يكون الرمان أيضاً فوائد مضادة للسرطان ويدعم القدرة على التحمل وتعافي العضلات ويقاوم الجراثيم الضارة والآن عزيز المشاهد ما الذي يمنعك من تناول الرمان إذا استفدت بمعلومات واحدة لا تبخل علينا بالإعجاب والمشاركة وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكراً لكم على المشاهدة وإلى اللقاء